والقاعدة عند أهل العلم كما نص على ذلك في كتاب الحج في مسألة التكبير أن كل ذكر قيدة بدبر الصلوات سواء كان التسبيح في الوتر أو الاستغفار في الفرائض أو التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد بعد الصلوات فإن محله قبل أن يقوم من مقامه ولا يستثنى من ذلك إلا صورة واحدة وهو إذا كان في المسجد فإن له أن يقوله ما لم يخرج من المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو في صلاة ما دام في مصلاة أي في المسجد وبناء على ذلك فإن القاعدة العامة عند أهل العلم أن كل نافلة إذا فات محلها فإنها لا تقضى إلا ما ورد به النص فمن قام من المقام الذي صلى فيه الوتر أي قام من مصلاة الذي صلى فيه الوتر فنقول قد فات السنة التسبيح التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقضى وإنما يأتي بما فتح الله عز وجل عليه من أذكار ترجمة نانسي قنقر